شيء آخر نريد أن نوجه رسالة لسيد باسندوة نقول له أن دموعك غاليتنا علينا ولكن لن تكون بأغلى من دموع أم الشهداء فالشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن الغالي لم يضحوها من أجل تشييد مقبرة نموذجية أو من أجل الاحتفال بذكرى استشهادهم أو من أجل الانتقام من قاتلهم بقدر الانتصار القضية التي ضحوا لأجلها وهي الثورة الشبابية ويقبل الاعتراف بها وتحقيق كافة أهدافها ما لم سنكون خائنين لهذا الشهداء وحدنا عن دربهم